لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة من واشنطن رامي جابر مراسل القاهرة الإخبارية هناك رامي مساء الخير وبداية نريد أن نتعرف على أبرز تفاصيل هذا الإضراب وعدد المضربين حتى الآن مرحبا دينا الإضراب يدخل اليوم يومه الرابع بعد أن أعلن عنه منتصف ليلة الخميس الساعات الأولى من صباح الجمعة وبذلك نحن الآن في اليوم الرابع ولا يزال بحسب رئيس نقابة عمال صناعة السيارات لا يزال طرفي الموضوع على مسافة بعيدة جدا لا يزال المسؤولون عن شركات صناعة السيارات التي حدث فيها الإضراب لا يزالون غير مستجيبين بالمرة لمطالب العمال التي يراها العمال مطالب عادلة جدا وخاصة في ذلك التوقيت أيضا هناك أنباء عن إضراب جديد سيتم في شركة فورد منتصف الليلة أي منتصف ليلة الاثنين مع الساعات الأولى من صباح الثلاثاء وهذا أيضا كان ما حذر منه أو هدد به رئيس نقابة صناعة السيارات عندما قال أن الإضراب اليوم يقتصر فقط على ثلاث شركات مصنع واحد فقط في كل شركة يشمل تقريبا حوالي 12 ألف عامل ولكن هذا الإضراب سيتسع في حالة عدم الاستجابة للمطالب وهذا ما قد حدث فقد يتم أو قد ينضم عمال جدد في مصانع جديدة خاصة في شركة فورد قد ينضمون منتصف ليلة اليوم إلى هذا الإضراب المطالب بزيادة ورفع الأجور والتي يقول أيضا أو تقول النقابة أن هذه الشركات منذ عام 1978 وحتى الآن زادت أرباحها بنسبة 1400% وزادت أرباح المدراء التنفيذيين لهذه الشركات بنسبة 37% بينما العامل زاد راتبه فقط بنسبة 18% وهذا يرونه ليس عدلا الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضا منذ عدة أيام دخل على خط هذه الأزمة وخرج ليتحدث عنها وقال أنه يطالب هؤلاء المدراء التنفيذيين والمسؤولين عن هذه الشركات ببعض العدالة لهؤلاء العمال لأن هلاء العمال يستحقون أيضا المشاركة في هذه الأرباح الضخمة التي تحققها شركات السيارات الأمريكية رامي ما هي النسبة التي سترضي العمال وهل هناك حلول أخرى مثل المشاركة في الأرباح أو توزيع عدد من الأسهم مثلا للعمال ما هي الاقتراحات بهذا الخصوص؟ كل هذه الحلول مطروحة مسألة المشاركة في الأرباح مسألة منح بعض الأسهم للعمال بما أن هذه الأسهم تصنع ربحا جيدا في أسواق المال الأمريكية لشركات صناعة السيارات الأمريكية والعمال أيضا من حقهم أن يشاركوا في هذه الأرباح أيضا رفع النسبة أو نسبة الزيادة إلى ما بين 25 إلى 30% تقريبا خاصة لأن الولايات المتحدة الآن تعيش حالة سيئة من التضخم هناك حالة من ارتفاع الأسعار هناك ما يشبه السعار في أسعار حتى المنتجات الغذائية وإيجارات وأسعار المنازل كل ذلك يزيد الضغط على العمال الأمريكيين ويجعلهم في أمس الحاجة إلى أي زيادة ممكنة تعينهم على غلاء المعيشة لذلك كل الاقتراحات التي سلف ذكرها كلها مطروحة على الطاولة ولكن المشكلة أن القائمين على صناعة السيارات على مدار نتحدث أنه من عام 1978 نتحدث تقريبا عن حوالي أقل قليلا من خمسين عاما هم اعتادوا على أن هذا هو الأجر الذي يمنحونه للعمال ويكتفون بأن أرباحهم تتضخم وأرباح هذه الشركات تتضخم ولا أحد يشتكي ولكن الآن وقد صعدت هذه الشاكة فهم يستغربونها ويرون أنه لماذا يشتكي العمال ربما هناك فجوة كبيرة ما بين رواتب المدراء التنفيذيين ورواتب العمال ولذلك لا يشعر المدراء التنفيذيين فيها والمسؤولون عن هذه الشركات بما يشعر به العمال ولذلك يستغربون الشكوى ولا يستجيبون المطالب ويبدو أن الضغوط عليهم من الإدارة الأمريكية ليست كافية حتى الآن رغم أن الرئيس الأمريكي زو بايدن أوفد اثنين من معاونيه إلى مدينة ديترويد الشهيرة بصناعة السيارات الأمريكية للمساعدة في التوسط ما بين النقابة وما بين الشركات المالكة لصناعة السيارات حتى يخرجوا من هذه الأزمة ولكن حتى الآن وحسب بحسب رئيس نقابة عمال صناعة السيارات لا تزال المسافة بعيدة جدا بينهم ومن المتوقع أن يتوسع هذا الإضراب أكثر وأكثر ويشمل مزيد من العمال وربما 12 ألف عامل في صناعة السيارات لا يعدوا رقما كبيرا مصنع واحد فقط في كل شركة من الشركات الكبرى لصناعة السيارات فورد وستيلانتس وجنرال موتورز ربما أيضا ليس بالضغط الكافي على صناعة السيارات ربما عندما تزيد الضغوط أكثر ربما يستجيب قليلا صناعة السيارات أو يستجيب المدراء التنفيذيون ويتم التوصل إلى حل وسط صحيح يا رامي لأن الأرقام التي سمعناها أنه تقريبا 9% فقط من العمال هم الذين يقومون بالإضراب بالفعل وربما يحتاجون لنسبة أكبر من العمال أن تنضم إليهم حتى يضغطوا على الإدارة التنفيذية لكن وسط كل هذا هل هناك أي تقديرات بحجم الخسائر التي سيتكبدها القطاع في حال استمرار هذا الإضراب؟ حتى الآن دينا ليس هناك أي خسائر بل بالعكس صناعة السيارات مستمرة العمال مستمرون في عملهم في المصانع غير المضربة هذا الإضراب يمكن أن نعتبره إضرابا رمزيا وفقط للتعبير عن المطالب فحتى الآن ليس هناك خسائر ليس هناك أي أثر بحسب مراقبين من مسألة الإضراب في التأثير على الاقتصاد الأمريكي أو التأثير في حالة الركود التي قد يعجها الاقتصاد الأمريكي حتى الآن الإضراب غير مؤثر بالمرة هو فقط خطوة رمزية لكي يستطيع أن يعلن بها عمال صناعة السيارات أنهم يعانون من مشكلة ولكن إذا اتسعى الإضراب أعتقد أنه سيكون هناك تقدير للخسائر وستكون هناك بالفعل خسائر كبيرة إذا ممتد أمد الإضراب وإذا ما اتسعى نطاقه لأكثر من مصنع واحد فقط لكل مجموعة وإذا اتسعى أيضا نطاق أو عدد العمال المضربين أعتقد أنه هنا ستكون هناك وقف وستكون هناك خسائر ولكن أحد الأسباب التي تجعل هذا الإضراب غير مؤثر هو أنه إضراب رمزي أو إضراب بسيط فقط للتعبير عن المطالب نقابة عمال صناع السيارات لا تريد أن تضرب هذه الصناعة في مقتل فهي في النهاية صناعتهم التي يأكلون منها عيشهم ويأكلون منها أرزاقهم هم لا يريدون ضربها هم يريدون فقط التعبير عن غضبهم والتعبير عن مطالبهم من خلال هذا الإضراب الرمزي ولكن مع استمرار عدم استجابة الشركات المالكة أعتقد أن الإضراب سيتسع وأنه عندها سيكون هناك حساب وتقدير للخسائر